الحمد لله رب العالمين تفضل على عباده بأن جعلهم من أهل اليقين نحمده ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فنتناول بإذن الله جل وعلا عددًا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أوردها الإمام البخاري في كتاب البيوع من صحيحه خلال كراءة عدد من أحاديث هذا الكتاب في مختصري صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيحا جناته فليتفضل القارئ مشكورًا بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوارديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لقي أبا سعيد الخدري فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع غائبا بناجز وقال له أبو صالح الزيات فإن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقوله فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة قول المؤلف هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لقي أبا سعيد الخدري كان هناك بحث في ما يتعلق برباء الفضل وهل الرباء ينحصر في النسيئة فقط أو أن الرباء يشمل رباء الفضل ووقع الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب فورد عن ابن عباس أنه كان يجيز بيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد ويقول إنما الرباء في النسيئة ويأثر ذلك عن أسامة بن زيد رضي الله عنه فهذا الرأي الذي نسب إلى ابن عباس قد ورد في صحيح الإمام مسلم أن ابن عباس لما أخبر بحديث أبي سعيد وحديث جماعة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رباء الفضل أقر بن عباس بذلك وقال إنما سمعته من أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرباء في النسيئة ولما أخبر بهذه الأحاديث رجع عن هذا القول والذي يظهر أن رواية إنما الرباء في النسيئة يعني الرباء الأغلظ والأشد تحريما هو رباء النسيئة وقوله فقال ابن عمر يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما هذا الحديث الذي تذكره عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في الصرف يعني هل تريد الحديث الوارد في الصرف والمراد بالصرف بيع النقد بأنقد ثم ساق الحديث فقال سمعت بحيث لا يحتمل وجود واسطة بين أبي سعيد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والمثل في الذهب يكون بي الوزني ففي هذا إجازة بيع الذهب بالذهب متى كان متماثلا في الوزن ويستفاد من هذا أنه عن التفاضل عند بيع الذهب بالذهب ولم يفرق في هذا الحديث بين أن يكون الذهب مصنوعا أو مسبوكا أو حليا أو غير ذلك من أنواع استعمالات الذهب فقوله الذهب هنا اسم جنس معرف بأل فأفاد العموم بجميع أشكاله وطرائقه وقوله ولا تشفوا بعضها على بعض أي لا تزيدوا بعضها يعني بعض الذهب عند بيعه بذهب آخر ثم قال ولا تبيعوا الورق يعني الفضة بالورق إلا مثلا بمثل فلا يجوز بيعوا الفضة بالفضة إلا عند التساوي بينهما بالوزن وكذلك لفظة الورق هنا عامة فهي اسم جنس معرف بأل فيفيد العموم سواء كان مسبوكا أو كان مسكوكا بأن يكون دراهم أو كان حليا أو كان تبرا أو كان مسبوكا أو على أي وجه وقوله ولا تشفوا أي لا تزيدوا بعض الفضة على بعضها الآخر عند بيع الفضة بالفضة ثم قال ولا تبيعوا غائبا بناجز يعني أنه ينهى عن بيع الدينار بالدينار نسأا وينهى عن بيع الدرهم من الفضة بالدرهم من الفضة نسأا وإنما يستثنى من ذلك ما يتعلق بالقرض فإن الإنسان يقترض ويرد القرض بنفس مقداره بعد مدة قال أبو صالح الزيات فإن ابن عباس لا يقوله يعني أنه يخاطب أبا سعيد ويقول ابن عباس لا يفتي بمقتضى هذه الرواية بل ابن عباس يجيز رب الفضل فيجيز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ما دام مقبوضا فقال أبو سعيد سألته فقلت يعني أن أبا سعيد سأل ابن عباس فقال له هل سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في القرآن في كتاب الله فقال ابن عباس كل ذلك لا أقول فلما اسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم أخذ هذا الحكم من كتاب الله ثم قال ابن عباس وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني لأن أبا سعيد كثرت مخالطته للنبي صلى الله عليه وسلم بينما ابن عباس كان في عهد النبوة صغيرا فإنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قارب الاحتلام والأكثر على أنه في ذلك الوقت كان ابن ثلاث عشرة سنة قال ابن عباس ولكن أخبرني أسامة ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة فيدل هذا اللفظ بمفهوم الحصر على انحصار الربا في النسيئة وللعلماء جوابان عن استدلال ابن عباس أولهما أن هذا كان في أول الإسلام وأنه تم نسخه والجواب الثاني أن هذا الحصر نسبي وليس بحقيقي فإن الحصر في مرات يكون نسبيا كقولهم لا سيف إلا ذو الفقار ولا كريم إلا حاتم يعني أن هذا أشد من يوصف بهذا الوصف فهكذا في قوله لا ربا إلا في النسيئة يعني أن ربا النسيئة هو أشد أنواع الربا صلى الله إليكم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخيل قوله هنا نهى أي طلب ترك هذا الفعل طلبا جازما والنهي يدل على التحريم وكذلك يدل على الفساد والمزابنة المراد بها بيع الرطب بالتمر المجفف وذلك أن الرطب الذي خرف وأخذ من النخل حديثا يكون متضاخم الحجم بخلاف التمر فإنه يتم رصه وبالتالي لا يعلم وجود المماثلة والمساواة فيه وعند بيع التمر بالتمر لا بد من التماثل في الكيل يعني في الحجم والرطب كبير ومنتفخ وعند رصه يصر حجمه وبالتالي لا نتحقق من وجود المماثلة بين التمر والثمر وقوله والمحاقلة نسبة إلى الحقل ولعل المراد بذلك أن يقوم بالاتفاق مع من يشتغل في الحقل على أن تكون ثمرة جزء من البستان للعامل والجزء الآخر يكون لصاحب الأرض وفسر المؤلف أو أن أبا سعيد فسر المزابنة بأنها اشتراء الثمر والمراد به الرطب بالتمر حال كون الرطب على روسي النخيل تقدم معنى أن المعنى في النهي أنه لم تتحقق المساواة والمماثلة في الكيل بينهما ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المزابنة فقال أينقص التمر إذا جف قالوا نعم قال فلا إذن ومثل التمر بالثمر كل فاكهة مكيلة فإنه لا يباع رطبها بيابسها ومن أمثلة ذلك بيع الزبيب بالعناب صلى الله إليكم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من الثمر في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قوله في هذا الحديث رخص في بيع العرايا الرخصة الإجازة لمسألة توجد فيها علة النهي الرخصة الإجازة لمسألة توجد فيها علة النهي فإن العرايا بيع رطب بتمر والعلة والعلة الممنوع من المزابنة بسببها موجودة في العرايا فهي بيع رطب بتمر ولكن جاء الشرع بالترخيص في العرايا والمراد بالعرايا ما كانوا يفعلونه سابقا من إعارة نخلة لشخص على جهة الصدقة من أجل أن يستفيد من ثمرتها فهذا الذي تعار له هذه النخلة يحتاج إلى تمر حاضر والرطب على رؤوس النخل يحتاج إلى مدة حتى ينضج فيقوم ببيع حاضر فيبيع الرطب الذي على رأس النخلة بتمر يستلمه في الحال لسد حاجته وحاجة أهل بيته ويشترط في العرايا عدد من الشروط منها أن يكون التمر مسلما في الحال ومنها أن يكون الرطب على رؤوس النخل ومنها أن الرطب يتم خرصه بحسب كلام الخارص على كيل التمر ويشترط أن يكون أقل من خمسة أوسق وقد اختلفوا في الخمسة الأوسق ولهذا ورد في هذا الحديث في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فقال هنا رخص في بيع العرايا بخرصها فهذا الشرط من شروط بالعرايا من الثمر ويعني أنه لا بد أن يكون على رؤوس النخل في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق أما إذا باع الرطب على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه بالذهب أو الفضة أو الورق النقدي فهذا جائز من باب أو لا ولا حرج فيه ما دام قد بد صلاحه وفي الحديث دليل على إجازة هبة النخل مؤقتا وفيه دلالة على جواز التفضل بالعرية بهبة عين للانتفاع بها مدة ثم يتم إرجاعها لمالكها صلى الله إليكم قال عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا قوله نهى عن المزابنة به تأكيد ما سبق من نهي عن بيع التمر بالرطب وفسره بأنه بيع الثمر بالتمر وقال ورخص في العرية يعني أباحها مع كونها بيع رطب بتمر واشترط فيها أن تباع بخرصها ويأكلها أهلها رطبا ففي هذا بيع تمر على رؤوس النخل إذا بد صلاحه نعم نعم قال عن أبي سعيد الخضري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الجمع والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا بثمنه من هذا فبيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر يعني جعله أميرا عليها واستعمله عاملا عليها فأمره عليها وفيه تولية الأقاليم من قبل الإمام الأعظم لمن يتولى شؤونها قوله فأجاه بتمر جنيب فيه الإكرام للأضياف وفيه أن أنواع التمر متعددة وأنها متفاوتة في قيمتها ومنزلتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا يعني هل جميع أنواع التمر بهذه الجودة فقال الرجل لا والله يا رسول الله أي أنها ليست متماثلة بل بعضها يفضل بعضها الآخر ثم قال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الجمع والجمع أخلاط التمر التي تيجمعها الإنسان مما تحصل منها ونبيع الصاعين في مقابل الثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل فيه إنكار الفعل المحرم وإظهار تحريمه بلا مجاملة وفيه أنه يعرب الفضل ببيع التمر بالتمر متفاضلا وفي هذا دلالة على ما تقرر عند جماهير الأمة من تحريم ربا الفضل وفي هذا الحديث ذكر خيبر ومن استعمل عليها وفي هذا الحديث أن الحاكم والوالي والقاضي إذا اجتهد فأخطأ فإنه يؤمر بإصلاح فعله ويبين له الطريقة الشرعية في كيفية التعامل حينئذ وفي الحديث من الفوائد أن الفقيه إذا أفتأ بتحريم مسأله دل السائل على مسائل مباحة تغنيه عن تلك المسائل المحرمة ولذا قال ولكن مثلا بمثل أي لابد عمدى بيع التمر بالتمر من التماثل في كيلها ثم أرشد إلى طريق آخر وهو أن يقوم ببيع التمر الذي عنده بنقد من ذهب أو فضة ثم يذهب فيشتري التمر الآخر الجيد بالنقد هكذا قال أو بيع هذا بثمنه من هذا فبيع الجمع بالدراهم فإذا أخذت الدراهم فاشتري بالدراهم جنيبا ثم ابتع يعني فبيع الجمع بالدراهم أي أنك تقوم ببيع المجموع من أنواع التمر بدراهم من فضة ثم تشتري بهذه الدراهم من الفضة التمر الجيد الذي يقال له الجنيب وقوله وقال في الميزان مثل ذلك يعني أن السلع التي تعرف مقاديرها بالميزان فإنه لا يصح أن يباع منها شيء بجنسه متفاضلا وبالتالي لابد من مراعاة التساوي عند بيع الموزون بالموزون أو أن الإنسان يبيع ما لديه من موزون بدراهم ويشتري بالدراهم السلعة الأخرى سنة الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل من ابتاع نخلا بعد أن تأبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع قوله في هذا الحديث أي ممرأ يعني مكلف من رجل أو امرأ أبر نخرا يعني لقحه وذلك أن النخلة يطلع فيها طلع وهذا الطلع يتشقق ثم يحتاج إلى أن يوضع فيه لقاح فإن النخل منها ما يقال له فحال لا يأتي إلا باللقاح ومنها النخل الذي يأتي منه التمر فهذا النخل الذي يأتي منه التمر يحتاج إلى من يقوم بي وضع اللقاح من الفحال في تلك النخلة وذلك أنها إذا أطلعت يحتاج إلى أن يضع لقاح في جف هذا الطلع ثم يقومون بإغلاقه وربطه فيقول إذا كان عندك نخل فبعتها قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري وأما إذا بعت نخلا قد أبرت فثمرتها ل البائع لأنه هو الذي أبر إلا إذا كان هناك شرط في العقد يخالف هذا هذا الأمر ولذا قال أي من أبر نخلا ثم باع أصلها يعني أصل النخلة فللذي أبر أي لقح ثمر النخل في تلك المرة من ابتاع أي اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وفي هذا دلال على جواز بيع النخل وفيه أيضا جواز أن يباع النخل بدون أرضه ومع أرضه وفي الحديث من الفوائد أيضا اعتبار التأبير وبعض أهل العلم قال بأن الحكم متعلق بتشقق الطلع ولأنه في ذلك الوقت أصبح متأهلا للتأبير وظاهر الحديث اعتبار التأبير لذاته لا اعتبار حكمه ووقت إمكانه وفي الحديث من الفوائد قال من ابتاع عبدا يعني مملوك يعني اشترى مملوكا وله مال فماله المال الذي عليه مثل أموال تكون في لباسه مثل حلي يكون على الأمة المملوكة ونحو ذلك قال من اشترى عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع الذي هو المشتري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة قوله المخاضرة المراد بذلك بيع الحبوب قبل أن يبدو صلاحها وأما الملامسة فهو من البيوع المجهول يقول أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا وأما بيع المنابذة فيقول أي ثوب نبذته إلي فإنه لك بالمبلغ الفلاني والعل في النهي عن الملامسة والمنابذة ما فيهما من الغارري السلام عليكم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز من أهل خبائك قال وأيضا والذي نفسي بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ميسيك شحيح وليس يطعمني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فأحتاج أن أخذ من ماله فهل علي جناح أن أطعم من الذي له عيالنا فأخذ من ماله سرا ما يكفيني وبنيا قال لا حرج عليك أن تطعميهم ولا أراه إلا بالمعروف خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف قول عائشة جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة وهي من من لهم مكان بالنسبة لقريش في الجاهلية وفي الإسلام وهي أم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء يعني الخيمة الصغيرة أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك يعني كان هذا مطلوبها ومحبوبها لما كانت في الجاهلية قبل الإسلام ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز من أهل خبائك وفيه تمني الإنسان الخير لأخوانه المؤمنين ومحبة وصول أعلى درجات الخير إليهم فقال صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني هناك واجب عليك تجاه هذا الأمر والذي نفسي بيده يعني أنه يقسم وفي هذا ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها فقالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان وهو زوجها رجل ميسيك شحيح يعني أنه لا ينفق من المال حتى في النفق هالواجبة وليس يطعمني ما يكفيني أي لا يحذر لي من الطعام ما يسد جوعتي ولا يسد كبد ولدي إلا ما أخذت منه أي ما قمت بالاختباء عنه والاستفاء منه وهو لا يعلم تقول فأحتاج يعني أنها تحتاج في نفسها وفي أولادها أن تأخذ من ماله فهل علي جناح أي حرج أو إثم أن أطعم من الذي له يعني من ماله الذي لا يعلم به عيالنا فأخذ من ماله سرا ما يكفيني وبني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن يباح لك ذلك أن تطعم بالمعروف أي بما يتعارف الناس على إطعام الأولاد منه خذ أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف أي ما يسد حاجتك بحسب أعراف الناس وفي هذا مشروعية الرجوع للعرف في تحديد ما يجهل مقداره فإن النفق على مقدار الحاجة ولا تنضبط الحاجة فمن ثم أوكل الأمر إلى أعراف الناس وفي هذا ذكر يمين النبي صلى الله عليه وسلم التي يشتهر بها ويقول هو الذي نفسي بيده وفي هذا بيان كيفية يمين النبي صلى الله عليه وسلم وتلاحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منها شاهدة واكتفى بقولها فأعطاها الحكم بناء على قولها ولعل هذا أنه لم يكن هناك تداعي وتخاص بينها وبين زوجها وبالتالي حكم بإيجاب النفقة وبعض أهل العلم قال بأن هذا فتوى وليس من القضاء والفتوى لا يلزم أن يحضر المفتي جميع الأطراف بخلاف القاضي وفتوى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه بحسب ظاهر الأحوال بحسب ظاهر الأحوال وفي الحديث بيانوا أنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأن ينفق على أولاده متى كانوا محاويج وفي هذا دلالة على أن نفقة الزوجة متعينة ولا يجوز للإنسان أن يتهاون فيها وفي هذا أيضا ذكر ما يتعلق بكيفية أخذ المرأة مما لزوجها وأن ذلك على جهة السر وفي الحديث جواز الغيبة عند التداعي أو عند التقاضي فإنها قالت عن زوجها أبي سفيان بأنه رجل مسيك شحيح وهذا غيبة ولكن في مقام الفتوى والقضاء يجوز ذكر الأوصاف التي يحتاج إليها في الفتوى بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين أصلح الله شأننا كله وجعل عواقب الأمور لنا خيرا كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته وأن يبارك في الجميع وأن يستعملنا جميعا في الخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر